في عدد هذا اليوم برنامج زي في الصباح ساعدوا فيه باستضافة مدير المركز الصحي والنفسي والبداغوجي للأمراض النادرة سيد مرود موتشو صباح الخير سيد الكريم وشكرا لتربية دعوة القناة الأولى صباح الخير سباح الخير كل مستمعين للقناة الأولى شكرا صحر رمضانكم صحر رمضانكم كل عام وأنت الخير أيضا لكل أهل حاجة أبرك جماعة الأمراض النادرة والتواحد والتواحد نعم سيد موتشو الأمراض النادرة خطر مجهول يفتك بأطفالنا يعد زواج الأقارب من العام الأول لدهور هذا النوع من الأمراض إضافة إلى بعض الأمراض الوراثية أيضا سنفصل فيها في هذا الحديث يحتاج إلى تكفل نوعي في هذا الإطار رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون خلال آخر اجتماع لمجلس المزراء يوم الأحد الماضي أزدى تعليمات بضرورة التكفل بمرضى بنقص المناعة بين الموليد وكذلك الأمراض النادرة في الجزائر أن يكون التكفل على عاتق الدولة هي لأول مرة يحدث هذا سيد موتشو إلى أي حد سيسهم هذا القرار في الرافع من معاناة هذه الفئة شكرا على كل حال قرارة رئيس الجمهورية يعني جا في الوقت في الوقت تعو لأن الأمراض النادرة في الجزائر يسحقوا بزاف تكفل بزاف لابزون ببكت شوز سمحي لابزون ببكت شوز الأمراض النادرة في الجزائر نحن نحن ناشطين في هذه الجمعية لقد كانت أول جمعية تعالى الأمراض النادرة وأسسنا مركز نفسي بلاغوجي للأمراض النادرة لقد كانت أمراض النادرة تكفل ساليبون تكفل وليس من نوع التكفل لأن الأمراض النادرة كانت أكثر من 8000 مرض في الجزائر في العالم نعم لقد كانت أمرض النادرة نعم 2079 مرض وبصح لا نستطيع أن ناخد الموقع هذا هو الأمراض لقد كانت أمراض النادرة أين يوجدون أمراض تشخيص على العام ما هي أكثر أمراض انتشار في الجزائر؟ الأمراض لا نستطيع أن نعرف ما هي الأمراض التي تنتصر في الجزائر على هذه الأمراض عندما لا يوجد مخبر رجعي أين نقوم بتشخيص؟ لأن المركز رجعي هذا المركز عبارة عن مركز يتلاقون فيها جميع تخصصات كل تخصصات أن يكون لديهم الجينيات وفرقة للأطيباء وكل تخصص لتشخيص لديهم تشخيص لديهم مرض نادر لا يجب أن يكون جنراليست أو مبيدياتر يجب أن يكون جنراليست ويجب أن يكون جنراليست ومن بعد أن يكون لدينا هذا ونقوم بتشخيص لديهم نستطيع أن نعرف ما هي الأمراض التي تنتشرها في الجزائر كما قلت نحن لدينا أربع ولايات التي تنتشرها فيها الكثير الأمراض النادرة كما لمشاهد العام في العام اليوم العالمي الأمراض النادرة قمنا بها في غردايا أنا وبروفيسور المساودان نعم لكن غردايا البروفيسور المساودان هو الذي يدعى العرشة الجينيتيك يقرب 35% تحت تحت الأمراض النادرة تحتاج ملودي جينيتيك من الزواج الأقارب نعم المغيات كونسانجة نحن لدينا أربع ولايات في الجزائر كين جيجل كين غردايا كين تيزيوزو كين بجايا بناء على دراسات هذه المغيات نعم نعم تحتاج إلى ألف أو ألفين مرض في الجزائر ووجهة نظر لديهم مش تشخيص مرشين مشخصين نعم ومنقدرش نعرفهم للمراضيها نعم سنفصل في كل هذه النقاط واحدة بواحدة سيد موتشو ما هو تصور من وجهة نظرك الأنسب للتكافل بالأمراض النادرة في الجزائر عمليا أنا على حسب تصوري للتكافل الأحسن للأمراض النادرة مبليل في الأمراض من المفيدي على المفترات القتالية مستعجلة نعم مستعجلة هي المخبر الرجعي ونصرح هنا في هذا الإدعاب الملف تحدي مخبر الرجعي هو وجد وجد إتودي إتو ولبروفيسور الذين يعملوا في هذا البروشيط هذا قالوا لي إذا كان درنا هذا البروشيط إذا زاد واحد نبعثه الدم تعولدنا للخارج لكي نفعل دياغنوستيك وهذا الأقصائيين قالونا إذا كان درنا هذا المخبر إذا كان زادنا بعثنا الدم تعولدنا للخارج يعني يتكفلوا كل شيء هنا والبروشيات كانت لا يوجد حاجة ألف مليار عندنا دوكتور 17 سنبليدرنا لباكتور زادنا كالناحي سقام 6 ملايار و 500 ماكسيموم 1-9 ملايار ليس شيء كبير ولكن كيف تعمل في هذا المخبر؟ أعتقد أن كل ما كان تشخيص مبكر كان هناك إمكانية للتقليل من حجم أو تقليل من عدد الحالات والحدد المصابين بالأمراض النادرة؟ أكيد أكيد نعطيك مثال كما للطيغوزينيمي إذا كان في 40 ولايات كان غير مستعفى والماتريال اللي ديروا بها التشخيص كميع مليار و 200 كما أكمل هل ستشخيص الان بعيدا سنبليم؟ في 80 ولايات هل تقليل من حجم المصابين dry كم تشخيص يزور على خلال كما زلت تسخيص مبكر؟ كما تقليل من حجم المصابين؟ لطيغوزينيمي طيغوزينيمي تشرب حلب 100 acknowledب و لكن كما تحتلن إذا كان هناك أيضًا كان يدع لنا المصابين حالات نعم حالاتهم عايشين ما شاء الله بل صح كان حالات واحد دخلين اللي جايين في الزفعين عمين راس في المناطق بعيدة يقولون ان يكون إذا كان ما فقنا لهش مدلناش التشخيص يشرب الحليب يقولون سواء يقولون ان يكون موتر ولا يموت التشخيص في أي مرحلة يكون دي لاني شوف هل هناك أعراض أم يجيب تشخيص كل الأطفال المولدين في الجهة؟ هناك أعراض بالصح نوليهم مشكلة واحدة اخر احنا الميت سنتوعنا ما يديرش دي فورماسي ما عندهمش التقافات تكوين ليس كل أطباء يعني نعم بالصح احنا كن طباء مجموعة الأكثرية لماذا؟ نعطيك مثال كمالوتيزم سهل يشخص الحالة يشخص الحالة يشخص يشخص عندهم أعراض توحد كمالوتيزم عندنا في المركز يقول لا لا نعم 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 رئيس الجمهورية سيدة بنجي تبون قال أن التكفل بهذه الفئة سيكون على عاتق الدولة هو أمر مهم باعتقادي خاصة أن التكاليف العلاج باهضة جدا بالنسبة لهذه الفئة أيضا النوع هم مطالبون باتباع حمية غدائية تكاليفها أيضا باهضة أنتم ضالبة أيضا بدرورة التنسيق ما بين الوزارة والجمعيات النشطة في هذا الميدان مثلكم أنتم لإبقاء حالات المرض النادرة تحت مجهر الدولة لكشفها مبكرا كيف ستعملون أنتم كجمعية للإنخراط في إنجاح هذا المسعى نحن كجمعية كجمعية الأمراض النادرة نحن لدينا برنامج لدينا برنامج نحن كجمعية نحن كجمعية على سبيل المثال لمرض السيلياك نعم لمرض السيلياك نحن طلبنا من الدولة لأن الماكلة هذه لمرض السيلياك وكان يأكل ماكلة أو أخر إنسان مصاب بهذا المرض وكان يأكل سوف يمرض أو سوف يصالوا مع أنتهى الماكلة هذه تعمل دواء نحن نحن بدون البلوتين نحن مدعمة من الدولة لأنها نحن فإن سوف يكون دائماً سبع سنين ثمان سنين ملقش واش تاكل على فسكو مواليهم ما عندهم يزون بالموين باش يجير ديجا المكلة عادية هل يجب الآن أنه يكون عندنا احتماد مخطط وطني لتحسين الرعاية الصحية بفئة هذه الأمراض النادرة يكون فيه إحصائيات دقيقة يكون فيها بطاقية ربما تحصي عدد المرضى المصابون حتى يسهل التكفل ونوعية التكفل والعلاج أنا كسكي جو بروبوز خطة عمل معالي بروفيسيونال ومع الجمعيات الناشيطة نقول لهم نعود على جمعيات الناشيطة في الميدان لازم تلاقو لازم تلاقو لازم تلاقو لازم تلاقو ماذا كون نعطرنا للشيفرة سيبين جمعيات كين جمعيات فيهم ينشطون من شاء الله بس صح ما عندهم مش لموين نعطيك 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 هناك الامراض الناديرة خلس على حسب البروفيسور 35% الأمراض النادرة لديهم 3 أوتيستيك ما عندها كما نعطيك صحيح سبيل المثال الأمراض التي لدينا في الصندر كان برادويري كان مراضي القوشي هيلال ميسترا فرنسوا ويليام بيرن السيكل مراضي القوشي هادو قاع وش يسحقوا كان برادويري كان دواتعو ويسحقوا قاع لديهم رتار دواتعو رتار عندهم الhyper هادو سيسحوا ماذا سيعطيك سيحقوا ديها سيسحوا أرتفوني أرغوثيرا بسيكوموتريسي بسيكوتيرا سيحقوا بهذا الأطفال المصابين بالأمراض التي تقوموا يجب علينا مستواتي صندوق تعميم يكون في مراكز متخصصة هذه الأطفال لازم يكونوا في مركز صحي نفسي ما لازمش يكونوا في في الوسط العائلة في الوسط العائلة ولا ملازم يكونوا في المسيد كما هم يطلبوا بعض الناس يقول لك أنه يجب إدماجهم أطفال توحدة لأطفال المسابين لأمراض نادرة لازم يقرأوا في المسيد مع الدليل مرمال رئيس الجمهورية كان أخذ قرار بضرورة أنه يكون في مدارس متخصصة لازم يتكفل بأمراض نادرة هذه هي الغلطة لهم يدرون فيها ما يلجبش يكونوا في المدارس العادية نعطيك على سبيل المثال أطفال لما يهضرش القرار الآن هو أنه يكون في مدارس خاصة بمرضو التواحد خاصة نعم نجب أن يكون في مركز ويكون معه وانت خصيصين أخصائيين نفسي هذا الطفل هذا لا يسحق معلم لكي يقرره نعم أنا أولدي مثلا في عمرو ستسين سبع سين ما كنتش نحوش باش يقرأ نحوش باش يريح فوق الكرسي مينوتش نحوش باش يروح لطوالة وحده باش يروح لطوالة وحده باش يروح لطوالة وحده باش يكون عنده سلوكية طبيعية لا ومبعد باش نروحوا للقرايا ما هي المعاناة التي يعاني منها مرضى الذين يعانون أمراض نادرة وأيضاً معاناة أوليائهم وكيف أنتم تتكفلون نفسياً بهم داخل المركز هتكفلوا يشمل الأولياء أيضاً أم يشمل فقط المرضى الأولياء اللي قدروا يلحقوا اللي عندنا للمركز يعني محظوظين على علاش باش يكون في عالمك كاين عندنا أولياء متبسة مقسمتين مش يلف نجاو خلوا ديورهم وجاو كلوا هنا في عين بنيان باش يدخلوا لهم أنا هذين اللي نقولها شاك فو علاش مش شاك ويلا يكون مركز كيف معنا وهادي شكون يعني يعني يكون في تكافير من قبل الدولة من قبل الدولة نعم تكون مرفقة بقبل الدولة جماعيات وش يطلبوا والله ما هو يطلبوا بالملايير جماعيات وش يطلبوا ماهنحنا إحنا المركز هذا أنا كارين عندنا مليون دينار باراني الجماعيات اللي نشطوف هاد المجال وش يطلبوا يطلبوا جستان لوكال والخلاص تالي وبدل الماكنة هذه السهلة دور الجمعية إذا كانت جمعية الدولة تعطي لها كل شيء لماذا تدر جمعية؟ ديرها هي كين حواج لها لجمعية وكين حواج لها لجمعية لأنه فعالية المجتمع المدني لها دور كبير في الإسهام في الحد من معاناستين كيف تضمنون تكفل النفسي سيد مدر هناك أخصائيين هل هناك تخصصات في الطب النفسي تتواكب مع طبيعت هذه الأمراض الآن في الجزائر المركز لنا لدينا ثمانية أخصائيين نفسيين ويبسيكولوج لدينا كاتر ارتوفونيست دوز إدوكاتريس فورمي جدي بيان فورمي يكمل مواما أنا مربي مختص في الأمراض نديل والتواحد متخرج في الجامعة العربية تدريب نعم عندي دخل 25 فورميسيون ما عندها عندها إنوكيب ما شاء الله حنا دوكي يكون أم بارون يكون عندو ولدو عندو إنو مراد يغار يجي هما في الوبيتاد هاد الوبيتاد لازم نهضر عليه لا ننشد دياغنوستيك في الزوبيتو أمنيني يا أني سيغير شوغى الشاق في يجي ديان بارون وين ينشد دياغنوستيك تاوليدو في القلوار يقولي ولد ولدك عندو إنو مراد يغار معندو معندو بعدها لدوال مفروض أنه التشخيص يكون التكفل يكون بداية من التشخيص في المستشفى لا فقط شوف البرزة بسبب أنا سرعت لي أنا سرعت لي كي زد دي حفوية تشوف كي لانوش دياغنوستيك الالترات الالترات المهم بل الالترات إمجن وانتي انكوبل جديد غير كما تزوج لأ فرمير عني يتعوي بطفل يروح غير ما يزيد واحد ترويه لك جور تكون فوكي المدسس وهو مرت يقول يا ودي عندكم عندكم عنده إن مراضي وإن مراضي إغيضيتك معنتها سوى انتسبة أو انتسبة نعم هي وراثية ومرض نعم ويقول أمان نمن دير ولك ومباد الكوبرو وصحي صراح لازم نهضر على هذا الكوبرو وصحي صراح هذي كوبرو لازم نهضر لازم نهضر نحوص على نحوص على الحال وإنكتنا نتبادل يبدأ الرجل يحوص على المرأة هل يدعم هل يدعم هل يدعم هل يدعم هل يدعم ويب كوبرو كوبرو نعم نحوص على الدياغنوستيك يتندر يتندر هل تقوية التشخيص في مراحل مبكرة سيسمح بتقليل من عدد حالات الإصارة أكيد أكيد في أي مرحلة يجب أن يكون التشخيص لكي يكون فعلا بالجميع أن الأمراض النادرة كائن لينقدروا أن شخصهم قبل الولادة كائن أمراض نادرة يتشخصوا قبل الولادة معناتها كي يتشخص يتشخص كي يكون كما لتخزم الـ 20 عندنا تخزم الـ 20 يعني هل أنها تنجحة لتخزم الـ 20 الحمد لله في بلدنا نجحة لتنجحة لتشخص يكون كروموزوم 21 يكون ناقص يكون في مبكر ومن ثم ما يبقى؟ هذه الألماء التي لا تكون جيدة لماذا؟ لأنها الإمكانيات المادية الإمكانيات المادية لكن الأمراض النادرة لا يوجد الإمكانيات تقدس النتيجة علىها لأنه لا تنبع في الدياغنوستيك بريخوس لا تستطيع التشخيص المسبق لكن إذا كان تشخيص المسبق المنتجة تكون ما شاء الله هيا تكلفة علاج مريض واحد من المصاب بالأمراض النادرة حتى هي كل حالة تختلف عن الأخرى شوفي إحنا عنا أنكا في تزيوزو هذا يعني نعطيك مثال كي قلتين تكلفة بركة الشكل ثلاثة منتعة وتاعة الشهر يسقل مائتين وخمسة وعشر مليون معاناة كبيرة والحمد لله أي نوع من الأمراض؟ نحن نعطيك نحن نعطيك والحمد لله نحن كمسلمين ستسلو الإسانجيريس وهناك دعم وتكافر هذا في عشر سنين كأن رب عليهم تكافرين به يعني نحن نعطيك نحن نعطيك الآن هناك دعم هناك خيار الآن هناك خرار نحن نعطيك 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 بكل تأكيد بسيطة لازم الرقابة إذا كانت الدولة كما يدير في في مدى الدراهم ولم يكن لديك رقابة نعم نحن نحن نعطيك كيف تمدد الدراهم تكون رقابة تكون رقابة إذا كانوا يشوفوا الدراهم منها يروحوا نعم انتهى وقت البرنامج سيد محمد موتشو مدير مركز صحي النوتسي والبداغوجي للأمراض النادرة ومرضى التوحد ومرض التوحد شكرا جزيلا على هذه الإطراءات سعيدنا بحادث إليك شكرا مستمعين على اللقاء